حزب الوفاق من أجل الرفاه يدعو المعارضة الموريتانية إلى الاعتذار للشعب الموريتاني عن التفسير الذي قدمت لخطاب الرئيس الأخير بمدينة النعمة عاصمة ولاية الحوض الشرقي واتهم الحزب خلال مؤتمر صحفي بنواكشوت بعض الأطراف المعارضة بالسعي إلى تفكيك المجتمع الموريتاني وإذارة الفتنة داخلها أنا طالبة من إخواننا في المعارضة عنهم يوقفوا للشعب الموريتاني ويعتذروا له عن هذا حرف عن هذا ذي زراعة الفتنة والمشاكل بين شرايح المجتمع الموريتاني طالبين منهم عنهم يقدمون الاعتذار للشعب الموريتاني ويقدموه للشرايح اللي سأولها وتهمها وهمهم يستخدموا عقولتها استخدام ما وصالح هذا طالبين من هذا المنبر وكحزب سياسي وكحزب أكثر شباب طالبين بهالي نحن الدولة دولة نحن وعقوبة نحن الشباب لأنه قابلين حد يخصرها وغير بعيد من ذلك اعتبر الحزب الموريتاني للعدالة والديمقراطية الموالي أن المعارضة فهمت خطاب الرئيس فهما خاطئا وأن الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي هما ما يسعى النظام الموريتاني إلى تكريسه داعيا إلى إبقاء الوحدة خطا أحمر لا ينبغي المساس به نختار ونقول للشعب الموريتاني كامل عن الوحدة الوطنية ضرورية وخطة أحمر للناس كاملة بها اللي ما فيها جوغة بالنسبة لنحن الموريتانيين شعب واحد وكلنا من الآخر وطالبين من ذو الجماعات اللي ينسوا من الوحدة الوطنية عنهم ويخلوا عنهم موريتاني بخير وعلى خير وذات الموقف مما تعتبره الأحزاب الداعمة للنظام الموريتاني تأويلا من طرف المعارضة لخطاب الرئيس نحى نحوه حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم والذي قال رئيسه إن على المعارضة أن تعتذر للشعب عن فهمها الخاطئ لخطاب الرئيس وكان المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة قد دعا الرئيس الموريتاني محمد العبد العزيز إلى الاعتذار عن تصريحه المتعلق بالاسترقاق وآثاره بالبلاد خلال خطابه بمدينة النعمة كما نددت بذلك بعض المنظمات والهيئات الحقوقية من بينها ميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأحراطين وحركة الحر وبعض الأعزاب السياسية المعارضة